قليل إيتيوزا تتدعم بحفيلات جديدة اليوم إلى أي مدى تلتزم إيتيوزا بتوفير خدمة عمومية ترقى لمستوى تطلعات المسافر الجزائري شوفوا سنويا تتدعمون بحفيلات نقل جديدة تدخل في إطار ربما فك الخناق على المواطن وتقليص أزمة النقل شكرا أنا البارحة قمت إيتيوزا باقتناء 60 حفيلة من برنامج 100 حفيلة من صنع جزائري مرسيدس نوع مرسيدس هذه شركة تحت وسائلت وزارة الدفاع الوطني قمنا باقتناء 100 حفيلات 200 مرسيدس وما زالنا ثانين نزيدون نجيبون 40 وجبنا ثانين 12 حفيلة متاع 30 مركب هذا لتدعيم الشبكات اليوم الاتزاء قمت ببرنامج كبير بتدعيم الشبكة وفتحة دنوفالين لفك العزلة على بعض السكان حوالي ولاية العاصمة وقمنا حتى بفتحة دنوفالين في ولاية تيبازا وولاية بومردس وهذا لتدعيم هذه الشبكة ولفك العزلة على كل السكان وبغض النظر على هذا البرنامج قمنا بإعادة صيانة حفيلات أخرى من برنامج 100 حفيلة خرجنا 25 حفيلة وقمت حوالي قبل أربعة أشهر بتكلم على هذا البرنامج اليوم عندنا 25 حفيلة رح نزيدوها للشبكة هذه رح تكون عندنا 60 و25 يعني 85 حفيلة التي تدخل في الشبكة متاع جزائي العاصمة وهذه الحفيلات في كل خط رح يكون عندنا أربع حفيلات من قبل كان عندنا زوج حفيلات يعني c'est une وايان on avait 2 bus par ligne on va passer à 4 bus par ligne و هذا يعني pour améliorer un petit peu la qualité de service إلا الناس كانوا نستنعوا الحفيلة في 30 دقيقة رح نستنعوا على في au bout de 15 minutes 20 minutes يكون عندهم حفيلة نعم فهذا إطار ربما كيف سيكون ربما موقف النقلين خواص السنة الماضية بعد تدعيم إتيزار بحفيلة جديدة يعني قاموا بإضراب على الأسس أنه هذا يهدد مناصب عملهم علما أنه وزير النقل منذ لحظات يعني شاهدنا أنه قال أنه يعني هناك إصلاحات ستمسقط على النقل الخاص بما يخص النقلين الخواص حينما يعني الخواص عندهم عندهم شبكة تحم والإتيزار عندها شبكتها الإتيزار عندها على أنسافيس بيبليكا سوري لازم الكل يعرف أن الإتيزار رأي تعمل حتى الـ 12 تعليل كم مثلا خط بيرتوت الجزائر غير الإتيزار رأي تخدمه في الليل حتى الـ 12 تعليل حتى الوحدة السباح الخواص ما يخدمون هذه الخطوط كم خطوط أخرى يعني على الخواص حنا وش نقوله حنا نحتاجه الخواص حنا لازم نكونوا متكاملين وليس مرنش مرنش أعداء يعني يعني أن دوتات كمبليمنتار وزارة الأشغال العمومية والنقل ما عندهاش يعني ينفر ما ينفر بين القطاع العام والقطاع الخاص بين القطاع العام والخاص كل واحد عنده شبكة تحمل لكن كل واحد راح يعمل لتصليح الخدمة يعني والزبائن هما اللي خيروا يمشيوا يمشيوا عند الخواص ولا يمشيوا عند الاتجاة الاتجاة اللي تبليجي داميليوريسي سالفيس لتوزا لازم تكبر الشبكة لازم تكبر الحاضرة الحاضرة والكل يعرف أن اليوم مدينة الجزائر والعاصمة العاصمة راح تكبر كانت واحد الوقت تحبس في شراء قادر العاصمة راح يتحبس في زيرالها يعني لازم شبكة أكثر لازم حفلات حفلات أخرى أكثر لازم نمشيوا حتى الحمادين نمشيوا حتى الخميس الخشناء على هذه لازم للشبكة تكبر والخواص يعني نقول لهم كل واحد يعني 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 نعم يعني في هذا الإطار تحدثنا لأن العاصمة راح في توسع مستمر نتحدث أيضا عن واقع النقل في الأحياء السكنية الجديدة هناك يعني النقلين الخواص يعني ربما خارج الخدمة في هذه الأحياء السكنية وإتيزار يعني يعني اللعب كامل ربما يسقط عليها صحيح أنا في السكنات في الأحياء الجديدة يعني لتوزا طلبت منها من أولاية الجزائر بالفك العزلة على الناس لأن الناس كانوا يسكنوا في داخل العاصمة مشاوا للسكنات الجديدة والأحياء الجديدة ويعني لازم نظرك النقل يكون في الأخر في السكنات ويسكنوا يجب من الأطول للكابتال إلى الأرجي وهذا كل يعني تحليل يعني سيليتجا تبري أن الخواص لا يحب يمشي الأحياء هذه وحتى فتحنا سيد عبدالله وفتحنا كل الأحياء الجديدة وأحيانا لا يوجد بزاف يعني لا يوجد الكثير وليس لا يوجد الكثير المسافرين وهذه تكاليف أخرى للإتزال لكن بما أن عندنا هذه ميشي نحن نحن لازم علينا لكي نفكر العزلة على الناس ونقل الناس حتى يشاهد يوم العيد يشاهد غير الإتزال التي تشتغل في ولاية الجزائر لكن هذه هي المهنة تأنا هذه هي الميشي تأنا نعم أيضا منذ يومين اشتاكل المسافرون ببلدية الكريتوس براقي من أزمة نقل خانقة ونقص سيارة إتوزا كان وصلكم هذا الانشغال وهل تم تدارك هذا الأمر لا 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 ما وصليش هذا الانشغال لكن اليوم سنشوف وإنشاء الله ونظر الانشغال كان يوم أمس وزير النقل تم تسليم أيضا شهادات الكفاءة المهنية لسائقية الحفيلات خاصة انطلاقا من 19 أول سنة المقبلة سيتم منع كل ما تخلف عن تكوين من سياق بيئة طرقات أين ربما وصل قرار وزارة النقل بشأن تكوين سائقي الحفيلات والشحينات خاصة أن هذه الفئة أنها مطالبة بتوقي الحذر لتفادي إرهاب الطرقات ليره يحصد أرواح المواطنين بما يخص هذه الشهادة مثل ما قلت في السنة القديمة لازم كل ناس يكون عندهم معاهد وعطت اعتماد لبعض الشركات لتطلب هذه الفورميات ونحن التي تزعى لدينا هذا المركز مركز التكوين وعندنا اعتماد من وزارة الأشغال العمومية والنقل اليوم نزعى حوالي 800 سائق وكان شرف لنا البارح مع سيد مع وزير الأشغال العمومية والنقل لقدم الشهادات الأولى للسائقين نحن عندنا 2000 سائق لازم من 2019 يكون كل 2000 سائق ويكون عندهم الشهادات وقدمنا الشهادات الأولى وقدمنا الشهادات لبعض السائقين لشركات أخرى مثل جيكا ولكوسيدا لدار التكوين عندنا وهذه الشهادات ستتمكن أن نقص من حوادث المنرور سيبوساك الدولة أخذت هذا القرار أن لن يكون لديك كفاءة لكي تسوق شاحنة أو حفلة ولهذا قمنا بفتح عدة مراكز تكوين هنا في الجزائر ونحن لديكيزا لدينا المركز في بلوزداد وعندنا دوتر سونت في بعض الولايات الأخرى مثل بجايا وبعض المدن الأخرى في الصحراء وهذا بالتكامل مع مؤسسات النقل الحضاري وشبال الحضاري لكل ولاية هل هناك ربما بلديات تسجل نقص في وسائل النقل حفلات إيتيزا هل ربما تتلقون طلبات لتغطية بعض البلديات ما هي الخطوط الجديدة التي تفتحها مستقبلا نقولك الحقيقة أننا لدينا طلبات كثيرة جينا رسائل ونبوكو دميل رسائل بريدية لكن لازم الكل يعرف أنه ليس إيتيزا لتفتح الخطوط هذا يعني الطالب لازم يمشي لسلطة الضبط على النقل ولا مديرية النقل لولاية الجزائر ونحن نتعامل معهم هم اللي يقولون زيدوا فتحوا للخطوط الأخرى عندما يكون لدينا خط ويقولون الحافلة الحافلات ناقصين هذا من سيد دونوتو بيروغاتيف نحن اللي نقول نزيدوا حافلة ونزيدوا لكن فتح خط جديد هذا سيدين بيروغاتيف مديرية النقل لولاية الجزائر لكن ما هي ربما البلديات اللي راكم تتلقوا منها طلبات عدنا كل بلديات كل بلديات قاعد الناس يطلبوا باش الاتيجاء تفتح خطوط وهذا يعني شرفنا هناك أيضا نقطة مهمة هناك المسافرون يتهربوا من دفع ثمن التذكير تلعبات يعني ما هي الإجراءات اللي راكم تتخذوها السنوين خاصة أنه ما يزال هناك ما لا يدفع ثمن تذكير صح يعني كثير ناس ما يشتدفع ولكن هذا المشكلة هذا ما وشخاص بالجزاء العاصمة ومشخاص بالتيزاء كيف يقول لا لا خطش تعال تعال يعني مثل نحن نقول بالدرجة تعال بيلك لا هي في كل العالم في النقل في كل عالم كاين المشاكل هذه كاين المشكلة هذا هنا عندنا في الحافلات كاين في الطراموة في الميترو لأن تدخل في الميترو لازم عندك باب يعني ما قدرش تكون عندك لفرود لكن في الحافلات وفي الطراموة عندنا المشكلة هذا ونحن في هذا شهر السبتم إن شاء الله راح نقوم بحملة حملة المراقبة كبيرة رانا نعملها مع سلطة ضبط النقل ودوكماتر إن كومبان دلوت أنتي فرود لأن الناس اللي نحكمه إما يدفع غارمة يعني سيو بلاس ولا يمشي لعادلة ما هي النسبة ربما التي سجلها مؤخرا نسبة تهرب من دفع ثمات السجل حوالي 30% 30% نعم فيما يخص توقيت تنقل والنقل هل ربما يتزاد تفكر مستقبلا في تمديد فترة التنقل بعد ربما العشرة مساء نحن نتعامل مع المعيش تعد الجزائر العاصمة يعني في نزيد الحافلات ونقول لهم نزيد حاليا عندنا 20 خط يخدم حتى 12 لوحدة تعصبها في رمضان نفوت هذه الأوقات نذهب حتى للزوج لا تتعصبها لكن عندما لا يوجد عمل لا يكون تنقل هذه الحافلات نحبسها حاليا زدنا مثلا نحو الصبلات زدنا نحو البحر نحن عندنا البلان بلو يعني أشك فوك يوجد ايتيزارة هنا في العيد عندنا برنامج خاص عندنا برامج خاصة لكل فترة المعيش نتعى الجزائر أيضا ربما آخر السؤال هل سيكون هناك رفع لتسعير تذكرة ايتيزار مستقبلا دائما المواطني تسأل في هذه الناس لا يعني اليوم الزم فكرنا شفيها لكن يمكن يزيدون شوية راهم شلالة شكرا لك شكرا لك سيد كريم يسين المدير العام لمؤسسة النقل الحضري والشبه حضري ايتيزار شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات مشاهدين نوصل بقية الأخ